يندرج هذا المشروع في إطار برنامج المدن الجديدة الذي طوره المغرب هو مشروع تنموي رائد على المستوى الجهوي لتوفره على موقع استراتيجية في قلب جهة الدار البيضاء القطب الحضاري والصناعي لساحل الخليطة يتطلع إلى تجسيد نموذج جديدة لمدينة نظيفة ومتوازنة ومصحوبة نابت الطوير الأنشطة التي تستهدف السوق المحلي والوطني والدولي كما أنه يوفر عرضا متنوعا للغاية من المنتجات السكنية وفرصا استثمارية تنافسية وفرصا استثمارية تنافسية وفرصا استثمارية تنافسية وفرصا استثمارية الجانب المتعلق بالمحافظة على البيئة من أولويات مجموعة العمران وبالاعتماد على معايير المنظمة العالمية للصحة من حيث المساحات الخضراء فإن الخياطة مدينة مسؤولة بيئيا لتوفرها على منشآتنا تستخدم حلول ومعايير النجاة الطاقية كما أن هناك توجها لإقامة صناعات غير ملوثة تحترم البيئة هذا القطب يمنح مجموعة متنوعة وجدابة من المنتجات السكنية ويوفر فرصا استثمارية تنافسية وإمكانات نمو وتطور كبيرة القطب الأول المنشأة على أرض مساحة 365 هكتارا رصدت له ميزانية إجمالية تفوق مليار درهم أما القطب الثاني فيندرج ضمن اتفاقية تعبئة الشطر الثالث من الأراضي العمومية ويغطي مساحة 927 هكتارا مع 40 ألف وحد سكنية متوقعة ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار الحضاري للجهة وتلبية متطلبات الساكنة نحن أتراكتيف بإمكانينا وإمكانينا ترجمة نانسي قنقر